زراعة الفرولة في مدينة والبى وتأثيرها على الاقتصاد والعمالة الموسمية نتناول في هذا الفيديو النجاح الكبير الذي حققته زراعة الفرولة في مدينة ويلبى حيث بدأت عملية تقديم الأرض ونشر خطوط البلاستيك للزراعتها ما بكرى هذا هالسنا ومن المتوقع أن يشهد موسم هذا العام تغييرا ملحوظا عن سابقه حيث يضاعف المزارعون من انتاجهم للفرولة بسبب زيادة الطلب عليها بما في ذلك تصديرها إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكاندا ودول الخليج العربي تحتاج هذه الزيادة في الانتاج إلى جلب الكثير من العمال الموسميين من خارج إسبانيا حيث تتوفر اتفاقية بين المغرب وإسبانيا تسمح باستقدام النساء الموسميات عاملات الفرولة يتم جلب العديد منهن سنويا ومن المتوقع أن يزداد عدد العاملات المغربيات هذا العام من خمس عشر ألف إلى ثماني عشر ألف امرأة توفر هذه الفرصة للنساء المغربيات فرصا أكبر للالتحاق بالعمل في حقول الفرولة بإسبانيا تتم عملية التسجيل من خلال مكتب الشغل المغربي المعروف باسم نابيك حيث يتم الاختيار النساء اللواتي يتوفرن فيهن الشروط المحددة للعمل في هذا القطاع أن يكون متزوجات أو مطلقات لديهن أطفال وأن يكون سنهن بين ثماني عشر وستا وأربعين سنة وينحدرون من المجال القروي يتمتع بعض النساء الموسميات بانتيازات وفرص إضافية للاختيار مثل الإقامة في المناطق القروية أو الأفضلية للنساء اللواتي لديهن ثلاثة أو أربعة أطفال كما تأخذ التجربة السابقة في العمل الفلاحي بعين الاعتبار يمكن للنساء اللواتي سبق لهن العمل في جني الفرولة في مواسم سابقة أن يستفيدن أيضا من هذه الفرصة ولهن امتياز خاص ينبغي أن نسلط الضوء على أهمية هذا القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمزارعين والعمال الموسميين على حد سواء كما يمكن التطرق إلى تأثير هذا النمو المتزايد في إنتاج الفرولة على الاقتصاد الإسباني بشكل عام وعلى العلاقات التجارية مع الدول المستوردة والدول التي تستفيد من إرسال اليد العاملة إلى إسبانيا مثل المغرب وأبولونيا ورومانيا وباقي دول شرق أوروبا لكن يبقى المغرب هو المستفيد الأكبر الذي ينال حصة الأسد حيث العدد الأكبر من العاملات يتم جلبه من المغرب وتعود الأسباب إلى القرب الجغرافي والخبرة التي يتميز بها النساء المغربيات في العمل الفلاحي بصفة عامة وجني الفرولة بصفة خاصة لأن المغرب يعتبر أول دولة عربية وإفريقية في إنتاج الفرولة